اشتركوا في القناة ورحمه الله في كتابه الكافي فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الأفق حديث حسن وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم متفق عليه نعم الحمد لله رب العالمين فصل ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس وهذا محل إجماع ولله الحمد والآية نص في هذا والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن هذا عليه الصلاة والسلام بقوله وفعلا قال سبحانه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حتى يتبين حتى يتبين يعني المعنى حتى يظهر والخيط الأبيض يخرج أولا ولا يكون بينا ثم لا يجال يتشع ويرتفع ويمتد هاهنا وهنا حتى يملأ الأفق ولهذا لم ينزل في أول الأمر قوله سبحانه وتعالى من الفجر إنما نزل آخرا تقدم أن بعض الصحاف رضي الله عنهم كانوا يأكلون كانوا يضعون خيطا أبيض وخيطا أسود حتى نزل من الفجر فعلموا أنه بياض النهار هو سواد الليل فلهذا يقول العلماء الأصل بقاء الليل فالإنسان من من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تحل له جميع المفطرات التي تحرم عليه وقت الصوم أحل لكم ليلة الصيام رفضوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم الآية فلهذا من هذا الوقت إلى طلوع الفجر كله حلال فيه هذه المفطرات والأصل بقاء الليل الأصل بقاء الليل فلو أكل إنسان أو شرب شرب ولا يدري هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر نقول الأصل أنه لم يطلع حتى تعلم طلوعه أو كما هو الحال الآن نحن لا نعلم على سبيل اليقين إنما على سبيل الظن من جهة هذه التقاويم وهي المعتمدة في توقيتها فيعملوا بها والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن بلالا كان يؤذن بليل قال فكنوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنه وجاء أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا هذا المعنى أن بلال يؤذن بليل فكنوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت ولو أنه اختلف شخصاني شخصاني فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع الفجر يعني اختلف شخصاني عليه إنسان اختلف عليه لكن إن كان يخبر عن علم هذا يجب أخذه يجب أخذه إذا كان يخبر مثل نسمع المؤذن أو التقويم نحو ذلك هذا يعمل به ولهذا ابن عباس لما سئل عن هذا قال هل آكل ما شككت حتى لا أشك حتى لا أشك أو لا آكل ما شككت يعني قال كل ما شككت حتى لا تشك كل ما شككت ما مصدرية يعني مدة ضرفية مدة دوام شكك حتى لا تشك كل مدة دوام شك مصدرية من ضرفية نعم كل مدة دوام شكك حتى لا تشك لأن الأصل بقاء الليل هذا إذا كان إنسان شك في النهار عكسه تمسك فلا تفطر حتى تعلم أروب الشمس بخبر أو بآذان يؤذن على الوقت ثم ذكر رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وفي الرواية الأخرى وغربت الشمس قانون وغابت الشمس فقد أفطر الصائم أفطر الصائم هل هو أفطر يعني حكما أو حقيقة أو حقيقة يعني هل هو يعتبر المفطر الآن يعني كالمفطر أو لا يجا صائم حتى يفطر حتى يفطر لظن المراد يعني أنه لا جا صائم بدليل جواج المواصلة بدليل جواج المواصلة قال رحمه الله ويجوز الأكل والشرب إلى الفجر للآية والخبر نعم مثل ما تقدم إلى الفجر ولهذا قال شبعنا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم تم الصيام إلى الليل إلى أن يطلع الفجر استثناء كثير من أهل العلم بعد طلوع الفجر بعضها العلم استثناء لو كان في فمه لقمة يأكلها فسمع أذان الفجر هل يلفظوها كثير منهم يقول يلفظوها لأنه يقول كل وجر حتى يتبين بعد ما دامت في فمه فلا يبتلعوها لأن الفم في حكم الظاهر ليس في حكم الباطن ولهذا يتمضمض الإنسان ولا يفطر هذا قول كثير من أهل العلم وأظنها قول الجمهور يعني أظن والله أعلم منها قول الجمهور قالوا يلفظو ومن باب أولى لو كانت في يده ولو كان الكأس في يده ومن أهل العلم من استثناء ما تعلقت به نفسه لو كان اللقمة في فمه أو كانت اللقمة في يده أو كان الكأس في يده رفع الكأس استثناء بعض العلم لحديث وهذا أظهر حديث بداود عن نبي هريرة وحديث جيد رعفه بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر والكأس في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وهذا هو الأظهر وذلك والله أعلم أن النفس تعلقت بهذه اللقمة أو بهذا الكأس وقد يحصل له شيء من حسرة في هذه تعلق النفس معلوم ولهذا الشارع نهى عن الصلاة وقت حضور الطعام لماذا هل هو لتقديم حق العبد أو لحماية حق الله عز وجل هل هو لتقديم حضور العبد وهو الأكل أو حماية لحق الله عز وجل ما نقول نعم نقول ليس من بابي تقديمي حق العبد على حق الله يعني حضرة الصلاة وحضرة الطعام لكن من بابي حماية حق الله سبحانه وتعالى لماذا حتى تقبل على صلاتك وقلبك فارغ إلا من الوقوف بين دائل سبحانه وتعالى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه فيما رواه البخاري معلقا عنه مجزوما إن من فقه الرجل من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته شفوا انظر إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته إنسان حضر الطعام ونفسه تتوق إليه لكن المقصود أن حضر ليس المقصود أنه نضج ولم يوضع لا حضر يعني قدم كما في الصحيحين إذا وضع الطعام وفي الصحيحين إذا قدم الطعام تقديم الطعام وضع الطعام هذا المراد لأن النفس في هذه الحال ماذا تتوق إليه وتتعلق به في هذه الحال يضعه إقباله على صلاته ولهذا قال إن من فقه الرجل يقباله على حاجته ثم يقباله على صلاته روى الخمسة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه أقيمة الصلاة وهو حاضر فقدم رجلا يصلي ثم ذهب فقال قال رسول الله أو سمعت رسول الله يقول إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليذهب إليه قبل أن يصلي لا صلاة بحضرة كما في الصحيحين مسلم عن عائشة لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان وهذا فيما يظهر الله وأعلم نوع من هذا وهو أنه لأجل أن يحفظ حق الله سبحانه وتعالى ومن هذا لو تعلقت نفسه باللقمة تعلقت نفسه بالكاش وهذا الحديث ضعفه بعضها العلم قالوا إن نفضه شاد لكن والأظهر والله أعلم أنه جيد ومتفق مع المعنى كما تقدم أن النفس تتعلق به وربما يتكدر عليه الصومة حين يتعلق بهذه اللقمة أو هذه الشربة فاستثنيت وربما أيضا يدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن مكتبه إنه لا يؤذن حتى قاله أصبحت أصبحت هو يؤذن بعد أن يقال له أصبحت وهم قد أذن له في الآكل قد أذن له في الآكل مع أنه قد قيل له أصبحت أصبحت طلع الصبح قال رحمه الله وإن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنوبا صح صومه لأن الله تعالى لما أذن في المباشرة إلى الفجر ثم أمر بالصوم دل على أنه يصوم جنوبا وقد روت عائشة وأم سلامة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنوبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم متفق عليه نعم هذه المسألة تقدمت أنه يجوز الاقتصال بعد الفجر ويجوز صوم الجنوب لهذا الحديث ولي قوله سبحانه وتعالى فاكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبينك خيط الأبيض وخيط الأسد من الفجر فمدام أن هذا مباح فيجزم منها قد يصبح جنوبا بعد طلع الفجر نعم قال رحمه الله وإن أصبح وفيه طعام أو شراب فلفظه لم يفسد صومه وإن طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فعليه القضاء والكفارة لأن استدامة الجماع جماع وإن نزع فكذلك في اختيار ابن حامد والقاضي لأن نزع جماع كالإيلاج وقال أبو حفص لا قضاء عليه ولا كفارة لأنه تارك للجماع وما علق على فعل شيء لا يتعلق على تركه نعم هذا أظهر ما ذكر أبو حفص أظهر وأنه لا شيء فيه ما دام أنه نزع مباشرة حين علم لأن هذا ترك وليس فعل وذكر ابن رجب رحمه الله قاعدة في هذا في قواعده الفقهية رحمه الله نعم قال رحمه الله وإن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل وإن أكل شاكا في غروب الشمس بطل صومه لأن الأصل بقاء النهار نعم وهذا المسألة تقدم أنه يأكل حتى يعلم طلوع الفجر يتبين له ذلك وكذلك في النهار لا يجوز له أن يأكل وأن يفترح حتى يعلم مغيب الشمس كما تقدم والله أعلم لا يجوز له لا يجوز له